بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على لب ولا الظالم آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة اللي فاتت ابتدناها بتكييم وتشخيص عيوب المنشآت الخرصانية قلنا خطوات التكييم وتشخيص عيوب المنشآت الخرصانية بترتبط بست انقاط اساسيين غطينا المحاضرة اللي فاتت فيها نقطة واحدة منها وهي معينة وفحص المنشآ الوقوف على نوعية وفعالية تأثير العيوب على المنشآت والنهاردة ان شاء الله نبتدي بالنقطة التانية وهي عمل اختبارات اللزامة لتحديد كفاءة بنية العناصر الخرصانية كل الكلام ده احنا شرحناه قبل كده هنقبق على بداية الاختبارات الحقلية بالموقع لتقييم اي نوع من العيوب الخرصانية اللي احنا كلمنا عليها قبل كده اي نوع ايا كان فانه يلزم عمل بعض الاختبارات في الموقع لتحديد كفاءة وجود المواد المستخدمة وجذلك طبيعة جهد الطربة اللي كنا بنأسس عليه بغرض متابقة ما تم تنفيذه لما هو وارد بايه بارسمات التنفيذية او الرسمات الفنية الخاصة بيه اي المنشأ بالاضافة мин هذه المعلومات هامة وضرورية لاجراء عمل الدراسات الفنية الحزبات الانشاء الوحوف على امان هذه العناصر الانشاعية المختلفة اوكي طيب بالنسبة الاختبارات ايه اولا الفحص عن طريق الاختبارات غير مطلفة والنصف المطلفة للخلصانة بالموقع يمكن اخذنا الكلام ده قبل كده في دراسات مختلفة في ان في اختبارات متلفة وفي اختبارات غير متلفة وفي اختبارات نصف متلفة طيب اذا كان اصلا عندي منشأ معي اروح ابتدي بيه باختبار متلف يعني انا اعثر عليه لغاية ما انهي العنصر الانشائية تماما ولا من الطبيعي ان انا اشتغل في حاجة غير متلفة تماما تأثيرها يكون بسيط علشان بيها اطلع بقيم استرشادية للحكم على كفاءة المنشأ من عدمه او العنصر الانشائية المحملة او اختبارات نصف متلفة اقدر اتعمل معها بشكل ايه غير متلف نائيا لتقييم حالة العنصر الانشائية طيب اختبارات الخلصانة بالموقع ضرورية اه بيه بغرض الاصط حاجة كنا بنسميها ضبط وتأكيد جودة المواد والعناصر الانشائية اسناء التنفيذ ولكن ايضا للحكم على طبيعة وجودة الخلصانة في المنشآت الاديمة او الانشاءات اللي حصل لها بعض من الانواع التدهور بغرض تقييم اداء المنشأ وفعص كفاءته نتيجة لتعرضه لاي ظروف ايا كانت ان كانت ظروف الاهمال في التصميم او التنفيذ او وجود اي كوارث طبيعية او غير طبيعية مثل طبعا الزلزال والحرائق واي مؤثرات اخرى هناك طرق عديدة لاختبارات الخلصانة في الموقع ومن هذه الطرق هنبتدي بالاختبارات تكريبا الغير متلفة وبعد كده في النصف متلفة فالاختبارات الغير متلفة منها تعيين مقاومة الضغط للعناصر الانشاءات باستخدام مطرقة اسمها مطرقة شميدت احنا النهاردة مش بنعين ونقول كيفية عمل بمطرقة شميدت لكن المفروض الكلام ده اتشرح لنا في كورسات تانية او في مواد اخرى دراسية مثل تكنولوجيا الخلصانة وغيرها لكن النهاردة بنقول ايه ده بيعمل ايه ده مطرقة سهلة جدا في التعامل تكلفة التعامل بيها قليلة وبيها بتديني قيم استرشادية بشكل كبير مطرقة شميدت ممكن عين بيها مقاومة الضغط لاي عنصر من عناصر الانشاية ان كانت بلاطة ولا ان كانت كاميرا ولا ان كانت عمود ولا ان كانت اساسات او غيرها ممكن عين خواص الخلصانة بطريقة اسمها طريقة الموجات فوق الصوتين الالترا سونيك بتاعتي ويمكن قياس خواص زي ايه درجة تجنص الخلصانة وجود فراغات وشروخ وعيوب داخلية مقومة الخلصانة للضغط تغيير خواص الخلصانة مع الزمن خواص الخلصانة تحت اسير الحريك او المهاجمة الكيميائية تعيين معاير المرونة الخلصانة تحديد المناطق التي يوجد فيها مناطق ضعف من الخلصانة او الحديد الداخلي في اختبار تالت اسمه اختبارات مقاومة الضغط بطريقة الكلوب الخلصانية واحنا طريقة الكلوب الخلصانية قد تكون غير متلفة وقد تكون نصف متلفة غير متلفة انا وانا باخد عينة دي بتاخد طبعا عينة اسمها القلوب يعني بتاخد كور من او عينة استوانية الشكل من العنصر الانشاية المطلوب استخراج منه عينة للحكم عليه ممكن عينة دي وانا باخدها تكون تاخد حديد او جزء خلصاني من منطقة فعالة فبنسبة كبيرة بيكون تأثيرها سلبي وفي الحالة دي بنقول ان هي نصف متلفة يبقى انتشرت طريقة الكلوب الخلصانية عن طريق استخراج هزيل كلوب من العراص الخلصانية باستخدام متقاب ذو قلب بيكون متقاب طبعا قوي جدا عشان يقدر على الخلصانة والحديد نستخراج العينات بطريقة سليمة واجراء الاختبارات لتعيين الخواص المطلوبة عليها يبقى طريقة الكلوب الخلصانية قد تكون غير متلفة وقد تكون نصف متلفة اختبار كشف عن وجود حديد التسليح بالعضو الخلصاني مع تحديد او ماكنه وقطره كذلك عمق وسمك القطاع الخلصاني حتى 120 ميلي وذلك عن طريق اجهزة مصنعة خصيصا لهذا الغرض وتعرض باسم البروفيميتر او كافرميتر يبقى دي الطريقة الاولانية اللي هو باختبارات الغير متلفة او النصف متلفة ثانيا اختبارات التحميل العناصر ومنشآت الخلصانية المسلح في بعض الحاليات يقوم مضدروني اجراء اختبارات التحميل حيث يصعب الحكم على سلامة العدو او المنشآ الخلصاني بعد اجراء كل من الحسابات الانشآة والاختبارات اللازمة على المواد المستخدمة في هزئة العناصر لذلك فان الغرض من اجراء كل الاسباب الاتية دي طب امتى بجري ده عدم امكانية وصعوب التجدير خواص المواد بدرجة مقنعة من نتاج الاختبارات النصف المطلقة وغير المطلقة انا مش هروح للتحميل مباشرة لان اختبار قد يكون غير متلف وقد يكون نصف متلف وقد يكون متلف فاختبار استخدامه صعب جدا ولكن انا امتى بتزنقله لو انا عجرت الاختبارات النصف متلف او الغير متلف بالموقع وما دتنيش خواص اقدر بيها اقدر كفاءة المنشأ او امكانية التعامل معها التفاصيل الانشاء للعنصر او المنشأ الخرصاني غير متاح التحقق وضمان الكفاءة الانشاء للعناصر الحرجة والنتيجة من اكتشاف وجود قصور في تصميم او تنفيذ الوقوف على السلوك الانشاء للمنشأ والتصميم الانشائي معقدة لدرجة لا تمكن المهندس من التعامل معه مثلها اكتشاف عيوب وتصدع للمنشأ ككل او جزء منه او عنصر من العناصر الانشائية في بعض الاحيان قد تبين وتقترح الحزابات المبنية على المعلومات المتوفرة من الاقتبارات العقلية للخرصانة ان المنشأ لن يصلح استخدام بعد فترة زمنية وان معامل امان غير كافي وفي هذه الحالات قد يكون من المفيد عمل تغارب تحميل على المنشأ كله او جزء منه للحكم عليه هذه الاختبارات للتأكد من اعمال التربيمات التي تمت من صلاحية المدنة بعد ذلك كوحدة واحد يبقى اختبار تحميل اختبار مهم بس ما اقدرش اروح له مباشرة الا للاغراض اللي انا قلت عليها السبع غراض دول اوكي طيب اه كده يبقى خلصنا النقطة التانية احنا قلنا الاولانية كان المعينة والفحص التانية اجراء الاختبارات الحاكمة للوصول الى اه الرؤية او الخواص اللي انا بيها بقدر احكم على المنشأ في دراسات الفنية اه تلاتة بقى الاطلاع على رسومات التنفيذية ومستندات المبنى او المشروع ان كانت موجودة يبقى يجب طلب نسخة من الرسومات التنفيذية الخاصة بالمنشأ وجزال جميع المستندات ذات العلاق بالتنفيذ مثل تقرير التربة اه سجلات التنفيذ او بنسميها ادافاتر الزيارة او اي تقارير قد صدرت للمنشأ اثناء التنفيذ ده ان كان موجود مش موجود طبعا هيزداد مشكلة عندنا في تشخيص او تقييم المنشأ رابع حاجة الدراسة الفنية الانشائية للمبنى من واقع المعينة على الطبيعة وفحص المبنى ونتائج الاختبارات العجلية التي تمت على العناصر الانشائية المختلفة المكونة للمبنى والمواد المستخدمة في الانشاء وايضا للطلاع على الرسومات التنفيذية والمعمارية وانشائية ومتوقع ما هو منفذ لما هو وارد في هذه الرسومات وعلى جميع المعلومات المتاحة من تقارير ومشاهدات وسؤال شهود العيان تتم عمل إيه بقى الدراسة الفنية يبقى الدراسة الفنية بتعتمد على التلت عناصر التقييم اللي بيقابله قبل كده اللي هو الفحص المبنى اللي هو الاختبارات اللي هو اطلاع على الرسومات التنفيذية للموقع يبقى تتم عمل الدراسة الفنية والحسابات الخاصة بالأحمال الواقعة وايضا تتم عملية التحليل الانشاية بالإضافة لحسابات هذه العناصر وبناء على المعينة والدراسة الفنية اللي انت اتضح الرؤية الخاصة بالإيه بالأتي أنا بعد ما أعمل بقى الدراسة الفنية وأطلع بي المنشأ ايه حالته او ايه كفاءته أبدأ بقى دلوقتي يعرف ايه أسباب العيوبة التي تم رصدها وتحديد مدى خضرتها وضع الحلول المناسبة والملائمة لطريقة واسلوب العلاج الملائم والمناسب للترميم او التأوية او الحماية حسب الحالة بتاعته تلاتة اختيار المواد والمعدات المناسبة واللازمة لطرق الترميم اربعة وضع برنامج زمني لخطوات تنفيذ العلاج والترميم المطلوب بالكافية والطريقة التي لا تتعارض مع سلامة العناصر الانشائية المكونة للمنشأ وسلامة المنشآت المجورة له تمام يا جماعة طيب يبقى دي العناصر اللي كنا بنقول كانت مهمة عندنا علشان بيها اقدر اعمل كيفية تشخيص عيوب المنشآت ونقف عند النقطة دي بشكل دقيق لان عملية تشخيص ان عملية تشخيص الاغراض التي ظهرت على اي منشأ خرصاني ومعرفة سبب التدهور الحادث في هذا المنشأ يمكن تعبير عنها الى حد كبير عن انها عملية استبعاد للاحتماليات الغير مرجحة لاسباب هذا التدهور وحتى الوصول الى الاحتمالات الاكثر ترجيحة ليه وعايز يقول ايه عايز يقول ان ليس الوقوف على ان السبب في التدهور او السبب في العيوب هو حاجة واحدة بس لا ممكن تكون مجموعة من الاحتمالات كتير بقى اسباب كتير وبيها نقدر في الاخر نوصل الى الاسلوب الامثل للتقييم والتشخيص ان اي طريقة للتشخيص مهما كانت شاملة فانها قد لا تؤدي دائما الى احتمال وحيد للتصدق وان سبب ذلك غالبا ما يرجع الى نقص المعلومات الدقيقة عن تاريخ المنشأ ووقت ظهور الشروخ والملابسات المحيطة بذلك طيب تمام تعتبر مشكلة نقص المعلومات نتيجة لعدم تسجيل هذه المعلومات وايضا لعدم الاحتفاظ بها وتسجيلها وكمان عدم وجود والاهتمام بالرسومات الانشائية والمعمارية تكون مشكلة اساسية في صعوب التشخيص عيوب المنشآت بالرغم من ذلك فانه يمكن التغلب على هذه المشكلة اللي هي غيبة المعلومات الاساسية مثل نوع وكمية المواد المستخدمة من ركام من اسمنتيات من نسبة الماء للأسمنت من طريقة التنفيذ ووجود كتير من العوائق لإجراء الاختبارات المعملية الملائمة للحكم وضبط الجودة للمنشأ كل ده كل ده يؤدي بشكل كبير لأسباب وجود عيوب وأسباب مفقودة كبيرة كبيرة للحكم على المنشأ في حال التدخور طيب تمام هنا لازم نشير إن له لا ينصح بالتوقف عند خطوة معينة في طريقة التشخيص ما لم يكن السبب الذي تم التواصل إليه واضحا وجليا ومحددا وظاهرا يعني إن كانت الأسباب اللي إحنا كفانا عليها من أسس تصنيف العيوب أو أسبابها أو مدى خطورتها واضح وجلي خلاص طب مش واضح وجلي ما تقفش بقى عند واحد وذلك لأن العيوب الظاهرة بالمنشأة قد تكون بسبب عدة عوامل وليس عاملا وحدا الذي يمكن القول بأنه لا يكفي تحديد عامل واحد فقط وعلاجه وحتى وإن كان أكثر هذه العوامل صهورا فإنما يجب تحديد كل من العوامل التي قد تكون السبب في هذه العيوب لكي يكون العلاج سليما كده بنكون أنهينا الموضوع بتاع تقييم وتشخيص عيوب المنشآت الخرصانية ولكن إحنا عايزين ننوه لده هو الأصل إيه لما باجي أخبط على بابك يا باش مهندس ونقول إن أنا رايح أشوف عيب منشآت الأصل في زيارة الفني أو المهندس أو الاستشاري للوقوف على دراسة حالة المنشآت المتدورة أو المعيبة هو في الآخر عمل إيه عمل تقرير والأصل في عمل التقرير مبني على شوية أسس هي بقى اللي احنا قلنا عليها اللي هي تقييم وتشخيص المنشآت إن الأول لازم فحصي جيد الثاني لو احتجت اختبارات معينة ببدأ أجريها الثالث إن أنا بدور على المستندات الأساسية للمنشآ أيا كان وبعدين ببدأ بدأ بعمل دراسة فنية عشان لو كان كل ده مش موجود عندي بشكل جيد فبضطر إن أنا أعمل أنا دراسة أعيد أعيد تصميم المنشآت طبقا للحالة المنفذ على أساسها وعلى دق ده بطلع بدراسة هذه الدراسة يستفد منها في كيفية الأسلوب الأمثل لتحديد الأسباب إن كان سبب واحد أو اثنين أو تلاتة أو أكثر لغرض التشخيص الجيد لو شخص تشخيص جيد يبقى يسهل علي العلاج بعد كده وبكده نكون انتهينا من الشابتر بتاع تكييم وتشخيص عيوب المنشآت الخلصانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته